والحديث عن استمرار وتصاعد ظاهرة العنف ينضم إلينا في الستوديو الرائد وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة إسرائيل للمجتمع العربي والإعلام العربي مرحبا بك مساء نور اخترماح لك ولكفة المشاهدين والمشاهدين إذن التظاهرات في البلدات العربية في أم الفحم هذا الأسبوع وفي كفر قرع وفي الطيبة جميعها تخرج وتتظاهر ضد الشرطة وتتهمها بالتقاعز في فك رموز 75 عملية وجريمة قتل في المجتمع العربي وحده مقابل فك تسعين إذ لم يكن أكثر من تسعين في المائة من أجراء في المجتمع اليهودي كيف ترد على ذلك بداية مهم جدا أن نوضح للجمهور أن هذه القضية هي قضية معقدة ومركبة ولا تقتصر فقط على أكتاف شرطة إسرائيل بل تتعلق بالمجتمع العربي بأسره أولا بالتربية عندما نسمع الطفل في الحضانة في الروضة يريد أن ينتقم من طفل آخر في المجتمع العربي من عائلة ثانية فهذا يستوجب السؤال المجتمع العربي إلى أين؟ مع أن عدم المبادئ والقيم والتعلق بالماديات أكثر فبات المجتمع العربي يتقدم بخطة سريعة نحو الجريمة مهم جدا أن نوح أن قبل بضعة ساعات أعلننا عن فك رموز جريمة قتل أرتكبت في مدينة الليد جريمة مقتل راغب أبو حمد في شهر سبعة خلال شهرين قمنا بفك رموزها إضافة إلى ذلك قمنا بفك رموز أربعة جرائم قتل في لواء الجنوب في مدينة رهط وفي منطقة النقب في الشهر الأخير هذه خمس جرائم قتل التي قمنا بفك رموزها هناك تضليل في الإعلام حول إنجازات الشرطة هذا اليوم قمنا بواسطة نشاط مكثف ومركز بعمل لوكيل سري الذي طال عشرة أشهر بإلقاء القبض على أكثر من ستين مشتبه حيث يتم الآن التداول والبكت في تمديد توقيفهم في المحاكم ارتكبوا جرائم تتعلق بحيازة وبيع الأسلحة غير القانونية ضبطنا العشرات من قطع الأسلحة هذا اليوم فجر هذا اليوم دهم المئات من أفراد وحدات خاصة وحدات من حرص الحدود بالتعاون مع جيش الدفاع منازل المشتبهين عشرات المشتبهين نتحدث عن مشتبهين فلسطينيين وأيضا مشتبهين من عرب مواطني دولة إسرائيل الذين ارتكبوا جرائم خطيرة كل قطعة سلاح التي ضبطناها ومنها أسلحة هجومية مثل كلاتشنيكوف م16 مسدسات وكارلو التي عشرات القطع الأسلحة التي ضبطناها اليوم كل قطعة سلاح ضبطناها أنقذنا حياة مواطن بريء في المجتمع العربي في دولة إسرائيل مهم جدا أن ننوه أننا سوف نواصل هذا النشاط النوعي سوف نقوم بالقاء القبض على مشتبهين إضافيين نحن نتحدث عن قرابة تسعين مشتبه ارتكبوا جرائم خطيرة هذه الأسلحة لا تفرق بين مواطن يهودي وعربي بين قاصر ورجل أو شخص كاهل فمهم جدا أن يعلم الجميع أننا سوف نواصل أنشطتنا في مكافحة ظواهر الأسلحة غير القانونية كونها تصل إلى جهات إجرامية وأيضا إلى جهات إرهابية فنحن سنواصل عملنا في هذا المجال لكي نضمن أمن وصلنات المواطنين كافة وصلت الفكرة ولكن اتهام المجتمع العربي في أنه يسيء تربية أبنائه هذا لا يعني أن الشرطة غير مسؤولة عن تفشي ظاهرة العنف بتغاضيها عن البحث عن جميع الأسلحة التي تهرب وفق أبحاث أثبتات أيضا من مراكز إسرائيلية بأنها هربت من الجيش تقاعص الشرطة هذا ليس وليد اليوم وليس وليد اللحظة المجتمع العربي يخرج 99% من المجتمع العربي يخرج في تظاهرات منظمة في كل البلدات العربية وهو يطالب الشرطة بأن يقوم بالبحث عن الواحد في المئة هذا الذي تفشى وسيطر في المجتمع العربي وهو من يقوم بعمليات القتل اتهام أيضا عفوا أنت اتهامت المجتمع العربي واتهام الإعلام في التقصير يعني أنت قلت أنا طفليني في الرودة يا تقاتلان وأن التربية يجب أن المجتمع العربي أن يسأل نفسه إلى أين هو ذهب المجتمع العربي يخرج في تظاهرات ضد الشرطة وأمام مراكز الشرطة التي يسمح لها بأن تفتح مراكزها في بلدتها العربية هذا أولا وسؤالي لك هو أين أنتم من خلال تقاعس أكثر من عشر سنوات هذه الأسلحة تمر من تحت أيديكم وفي معظم الحالات أستاذ وسيم الضحية تحذر من قبل الشرطة قبل أن تقتل ويصبح مقتلها أمر واقع لدى عائلتها مهم جدا أن نوح أن غالبية المجتمع العربي غالبياته الساحقة هي غالبية ممتصلة للقانون وتطالب بتنفيذها ممتصلة للقانون هناك قل قلائل الذين يمسون بأمن وسلامة الجميع مهم جدا أنه هذه النقطة نحن لم نقوم باتهام المجتمع العربي بأسره نحن نقول أن هذه القضية هي قضية معقدة ومراكبة ولا تقتصر فقط على أكتاف شرطة إسرائيل بل تتعلق أولا بالتربية بدور الأم والأب التربية هي أنهم المجتمع العربي في كل عام ترتفع نسبة إرساله لأبنائه للجامعات أبناء المجتمع العربي هم الذين يتقلدون دور الأطباء هم الذين يقفون في الصفوف الأولى في الجامعات وهم الضحايا هم الضحية أنت تتحدثين عن الغالبية الغالبية 99% لكن مهم جدا أن ننوه أيضا في قسم من التقرير الذي ذكرتموه أولا قضية مقتل الصحفي نظال إغبارية تمت وفق الشبهات على ما يبدو إثر نزاع مالي يتعلق بقريب عائلته وليس على خلفية عمله كصحفي مهم جدا أن ننوه هذه النقطة كلنا على أمل أن هذه الجريمة هذا لا يعني أنه لم يتم تحذيره من أنه مستهدف فأنتم كشرطة كنتم تعرفون ولم توفروا الحماية كلنا على أمل أن نقوم بفق رموز هذه الجريمة النكراء بأقرب وقت ممكن وأيضا الجريمة المزدوجة التي ارتكبت في اللد لا يمكننا أن نبت في حيثيات هذه القضايا عبر أثير الإعلام نحن نتقدم في التحقيق وكلنا على أمل أن نفق رموز هذه الجرائم بأقرب وقت ممكن في هذا السياق مهم جدا أن ننوه أن منذ بداية هذا العام قمنا بإحباط أكثر من أربعين جريمة قتل في المجتمع العربي محاولات قتل أنا أتحدث عن محاولات قتل أنقذنا حياة أربعين مواطن في المجتمع العربي عندما قام المجرمون كانوا في طريقهم إلى ارتكاب جرائم قتل أفراد الشرطة الذين قاموا بنصب كمين وبأنشطة استطلاع وبعمل استخبارات نوعي قمنا بإحباط هذه الجرائم جرائم القتل تخيلي ماذا حل بالمجتمع العربي لو لم نقم بإحباط أربعين جريمة قتل تخيلي ماذا حل بالمجتمع العربي لو لم نضبط آلاف قطع الأسلحة في إطار نشاط المسار الآمن منذ بداية هذا العام وإن لم نقم بإحباط عمليات تهريب الأسلحة على الحدود الأردنية اللبنانية والجنوبية قمنا بضبط مئات قطع الأسلحة التي كل قطعة سلاح منها كانت قد تود بحياة أبرياء فيجب أيضا النظر ورؤية الحقيقة والواقع في هذا المجال ولكن هل هذا هو إنجاز أم هذا هو دور الشرطة الحقيقي هذا دور الشرطة هذا هو جبن الأساسي لكي نضمن أمن وحياة المواطنين كافة نحن نقوم أيضا بأنشطة لمنع جرائم القتل وأولها ضبط الأسلحة غير القانونية وإحباط عمليات تهريب الأسلحة وأيضا إحباط أكثر من 40 جريمة قتل في المجتمع العربي مهم جدا الجمهور أن يعرف هذه المعلومات قضية أخرى مهم جدا أن ننوه لماذا لا تفك رموز قضايا وجرائم القتل يريد أن أسألك سؤال أخير في المجتمع العربي أحداث هبة الكرامة وأيار إذا كان في الخبر قبل قليل كنتم باعتقال خمسة شباب من عكا وذلك على خلفية إلقاء حجارة تجاه سيارة وتنفيذ لينش أنا أريد أن أتحدث عن قوة الرادع التي تحاول الشرطة أنا لم أتحدث عن أهميتها أو تهميشها لا 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 انتظر قليلا سأوضح فكرة هي مهمة جدا نعم علي جميع أن يعلم أننا سوف نواصل مكافحة الإرهاب والجرم الخطير وأعمال الشغب العنيفة التي حدثت أيضا نعم ولكن قوة الرادع التي تتحدث بها هنا قوة الرادع التي تتحدث عنها أنها لديكم متوفرة في ملاحقة شبان بعد عام ونصف من الأحداث من المجتمع العربي لأنهم من المجتمع العربي فيما غاب النشاطكم عن اللينش الذي وقع في باتيام هنا المواطن العربي يتهمكم تحديدا في أنكم تستخدمون قوة الرادع ضد المجتمع العربي لحماية المجتمع اليهودي ولا تقومون بحماية المجتمع العربي وممارسة هذه قوة الرادع ضد جريمة المنظمة التي اكتسبت نظامها وقوتها من تقاعسكم وهكذا اتهمكم أيضا لست أنا فقط رئيس بلدية الليد المعروف بمواقفه اليمينية قال من يتحمل جريمة القتل في الليد المزدوجة هي الحكومات الإسرائيلية والشرطة نحن نتوقع منكم كوسيلة إعلامية أن تقوم بنشر الصورة كاملة تم تقديم لوائح اتهام ضد مواطنين يهودي الذين خرقوا القانون وضد مواطنين عربي اثنين من ضمن مئات التي سجلتهم الفيديو هذا خرطة إسرائيل تعمل بشكل متساوي وموضوعي ومهني وفق القانون أنت تعلمين أن في دولة إسرائيل هذه دولة ذات سيادة للقانون دولة ديمقراطية يجب إثبات التهمة وفق بينات دامغة وليس وفق إشاعات فهذا ما نقوم به قمنا بتقديم لوائح اتهام ضد كل من خرق القانون وكانت مواد بينات دامغة ضده وكافية لإحالته إلى العدالة ونحن سوف نواصل عملنا في هذا الإطار لكي نقوم بتطبيق القانون بشكل متساوي بين المواطنين اليهود والعرب في دولة إسرائيل يحق للمواطن العربي في دولة إسرائيل أن ينعم بالعيش بأمان وسلام كالمواطن اليهودي وهذا ما نقوم به شكرا جزيلا لحضورك شكرا لكم